اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا بتعود من الصغر لازم لازم كل واحدة من صغرها تتعود على النظافة مش بس النظافة الداخلية والنظافة الشخصية لأ نظافة كمان الخارجية ونظافة البيت ونظافة كل حاجة تبقى كل حاجة حواليكي نضيفة وبتلمع كده وبتبرو اول ما صحيت من نوم انا بدأت بالفطار انا ما قلتش هعمل روتين خالص يا جماعة انا بس عملت الفطار وقلت اصول لكم الفطار وقال لكم ان انا نزلة في رايحة سوبر ماركت اللولو عشان اجيب الحاجات المشتريات اللي انا عاوزيها وكمان اشوف اليميش الفيديو طبعا بتاع سوبر ماركت ده انا نزلته لكم خلاص وطبعا انتوا اكيد شفتوه كلكم عايز اقولكم ان انا قضيت اليوم كله برة في سوبر ماركت اللولو دوت ورجعت من برة لقيت الكرسة اللي انتوا شفتوها دي اطباق بقى وكبيات وعلب وكل حاجة كل حاجة وحلل ولبانات وكل ده لقيته موجود في البيت ولقيت البتجاز مبهدل خالص خالص فقلت طبعا انا مش هينفع ان انا شوف الكرسة اللي موجودة في المطبخ دي واسبها كده وادخل انام قلت لأ انا هوزع كل الحاجات المشتريات اللي جيبتها واليميش والحاجات دي كلها وزعتها بس طبعا كنت جاية هل كانة هل كانة جدا وتعبانة فقلت لأ انا هوزع بقى من غير مما صور وكده لاني مش قادرة بصراحة ان انا اصور واجيب الرينجلايت بقى واصور واجيب من الزاوية دي واجيب من الزاوية دي لأ انا قلت ايه قلت اوسع انا بقى برحتي عالاخر وطبعا اتغديت قبلها يعني اول ما جيت اتغديت وبعد كده وزعت كل المشتريات بتاعتي في الاماكن بتاعتها وبعد كده فضيت بقى للتصوير بتاع الكرسة اللي معمولة هنا في البيت دي طبعا جوزي ولادي انا سفتهم معاي يعني وخدت ابني بس الصغير زي ما انت شايفين كده رحت واجيت لقيت الدنيا بايضة خالص فبدأت بقى بتصبين الموعين وعايزة ويبقى من ان انا الحمد لله الحمد لله اني كنت عاملة اكل قبلها بيوم لان طبعا اليوم بتاع الخروج ده او بتاع الشوبنج او الويك اند انا مش بعمل فيه اكل خالص يعني ببقى مجهزة الاكل زي ما قلتلكوا قبل كده ان انا بجهز الاكل على يومين يعني مثلا بعمل الاكل النهاردة بنكله النهاردة وبنكله بكرة بيبقى بكرة ما عنديش اي حاجة غير مثلا فيه حاجة هرواقها فيه حاجة هعملها فيه مناسبة عندنا فيه مشوار رايحة فيه خروجة رايحة رايحة اشتري حاجة الحاجات ذو كلها فكويس جدا جدا ان انا عاملة مجهزة لأكل وكل حاجة كل يوم اصلا بأجل بأجل مشوار بتاع الشوبنج ده او اللي انا هروح اشتري يعني حاجات كل يوم بأجله كل يوم اقول بكرة 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 بس خلاص بقى يعني كل حاجات اللي عندي خلاص خلصت وبتخلص والحاجات كلها بتنهار يعني فلازم لازم ان انا انزل لأعمل الشوبنج ده ازاي طبعا ما قلت لكم في فيديو بتاع السوبر ماركت اكيد انتو شفتوه او اللي ما شفوش يعني ممكن احط لكم لينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس عشان تشوفوه بجد فيديو جميل قوي قوي ويعني انا تحمستله جدا والحمد لله يعني لقيته كويس واخد كبول كويس من الناس الحمد لله بس انا عايزة اكتر والله يعني محتاجة اكتر يا جماعة انا محتاجة تشجيع اكتر محتاجة دعم اكتر نفسي يعني كده ان شاء الله القناة تكبر معاكم وبيكم ان شاء الله ودلوقتي بقى انا رحت عند البتو جاز لقيته متدمر يعني مش نضيف خالص خالص انا بستخدم له زماج دوت في التنظيف يعني بسيبه شوية كده وبرشه كده زي ما انت شايفينه بسيبه شوية لغاية ما باخسل بقى الحاجات بتاعته اللي هو الفونيات والحاجات دي انا مش عارفة والصجات والحاجات دي انا مش عارفة والصراحة الحاجات دي سماها ايه اخسلها كده بالليفة وبالمسحوق العادي اللي هو فيري دوت انا فيري ده بحبه جدا انا عايز اقول لكم بستخدمه دايما هنا وفي مصر نوعه كويس قوي فيه البريل عنده مشكلة معي بينشف لي ايديا قوي وساعات بيقشرها لي كمان لكن فيري ده بجد حلو قوي اللي هو باللمون دوت فانا بستخدمه دايما بتقول لكم ان البتو جاز ده مش بتاعنا اصلا احنا لما بناخد الشوء هنا في البحرين لما بنقجرها يعني وكده بيبقى موجود فيها المطبخ بيبقى موجود فيها الغستالة التلاجة البتو جاز فيه كمان شوء بيبقى فيها مايكرويف يعني فيه على حسب يعني فالشقة دي احنا واخدينها بالغستالة والتلاجة والبتو جاز وطبعا المطبخ برضو فعايز اقول لكم ان البتو جاز ده مشكلته كبيرة جدا احنا لما استلمنا الشقة وكده استلمناها كلها جديدة جدا والاجهزة بتاعتها جديدة خالص فالبتو جاز ده طبعا كان عليه الستيكر بتاعه اللازق اللي هو اللونه لبني دوت فعايز اقول لكم انا شلت الستيكر كله شلت اللازق يعني مفضلت اشيل اللازق والاكياس بتاعته والحاجات دي بس فيه العيني الكبيرة دي يعني كان اللازق لازق قوي فسيبته يعني سيبته ما شلتهوش بصراحة يا غلطة مني طبعا ان انا كان المفروض لازم احاول ان انا اشيله فجيت بمجرد ما سخنت بقى عليه وكده وفيه حاجات ده لقت عليه ومش عارف ايه فاللازق ده لازق اكتر وعمل الحتة ستودا اللي انتوا شايفينها ادي فبقعت فمش عايزة تطلع دي كانت اكتر من كده بكتير 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 بس يعني مع كتر الغسيل وكده الحمد لله بقى يطلع شوية يعني بقى ينضف شوية وفيه كمان مشكلة كمان في البتوجاز حصلت انه الباب بتقصر يعني الباب او الغطة بتاع البتوجاز اتقصر احنا فجأة كده لانه ضرب والله ما كناش مشغالين البتوجاز ولا فيه سخونة ولا فيه اي اي حاجة لقينا الغطة واقع تقريبا جال وسورطان او كده والحمد لله قدر الله ومشاء الله فعل يعني كل حاجة بتحصل في الدنيا لازم نقول عليها الحمد لله بس دلوقتي احنا عندنا مشكلة لما احنا نسيب الشقة دي مش عارفين بقى موضوع الباب دوت هنعمل فيه ايه وموضوع الحتة المبقعة دي في العين الكبيرة دي هنعمل فيها ايه بس طبعا هندفع تكلفها يعني هنعمل ايه طيب يلا الحمد لله ما فيش مشكلة بس ودلوقتي انا بقى بنشف البتوجاز دلوقتي انا دعاكته زي ما انتم شايفين كده بالليفة اللي هي السلك اااا ودلوقتي بنشفه الاول انا بنشفه بمناديل ورق اللي هي مناديل المطبخ دي عشان انازدل كل الدهون اللي انا دي وكل الحاجات دي في المناديل الورق يعني وتترمي. آآ لكن انت لو عملتها بال بالفوتة الفوتة بقى هتزيت وهت آآ يبقى فيها زيت وسامنة وكده وهتنضف بصعوبة جدا. آآ نشفته بقى بال بالمناديل الورق دي بتاعت المطبخ آآ وبعد كده بجيب الفوتة بتاعتي ببلها مية وبمسح بيها تاني آآ يعني مرتين تلاتة كده بافضل اغسلها على الحوت. آآ وانشف بيها. وجبت فوتة كمان في الاخر اهو فوتة نشفة خالص. نشفت برضو بيها. وكده البتوغاز بتاعي بقى نضيف زي الفل. آآ وبس خلاص كده الروتين الصغنون ده خلص خلاص. وان شاء الله استنوني في فيديو جديد. وما تنسوش بقى قبل ما الفيديو ما يقفل. اعملوا اللايك واعملوا الكومنت. واعملوا شير كتير عشان خطري. متشكرا لكم جدا. باي باي.